بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أيامكم سعيدة ونحن نقترب من ولادة سيدنا ومولانا علي الأكبر سلام الله علي رجان استمع رجان استمعي من قرأ هذا الذكر سبعين مرة؟ أولا أعطاه الله سبحانه وتعالى براءة من النار ثانيا جواز على الصراط ثالثا أدخله دار القرار الجنة رجاء لا تتعاجز رجاء لا تتكاسلي رجاء لا تفوت الخير وهو أمامك بسبعين كلمة فقط بسبعين كلمة فقط ترددها يعني عفوا سبعين مرة تردد هذه الكلمة ما هي الكلمة؟ ما رواه سيدنا ومولانا حجة الله على الأرض علي بن موسى الرضا سلام الله عليه قال من قال في كل يوم من شعبان سبعين مرة أستغفر الله وأسأله التوبة كتب الله له تعالى براءة من النار وجواز على الصراط وأدخله دار القرار فقط سبعين مرة الآن تقول أستغفر الله وأسأله التوبة رجاء نعملها الآن لأنك إذا تأخرها بعدين تنسى وأنت كذلك إذا الآن ما سويتها بعد شوية تنسين إذا جاء رزقك من ربك ويريد أن يغفر لك ويريد أن يدخلك الجنة فلا تؤخر هذا الرزق هذا الرزق وقد أتى إليك بين يديك الآن يعني باللهجة العامية رزق وجاك لا تأخر إطلاقا برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام